جرائم الاحتلال التركي والفصائل الارهابية تابعة له وانتهاكاتهم مستمرة في المناطق السورية المحتلة من عملية قصف للمناطق الاهلة بالسكان لاختطاف المدنيين والنهب ممتلكاتهم وأحراق منازلهم بهدف تهجيرهم عن أراضيهم أحدث تلك الجرائم والانتهاكات قصف مناطق في محيط ترفعة شمال غربية سوريا بل أسلحة ثقيلة من قبل الاحتلال التركي والإرهابيين ما يفاقم مأسي المهجرين من عفرين المحتلة في تلك المنطقة مصادر محلية أفادت السبت بتعرض محيط الرفعة لقصف تركي بالبدفعية الثقيلة ما أسفر عن حالة من أخوف والذعر بين المدنيين أطفال ونساء وسط معلومات عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات المصادر قالت إن القصف تزمن مع تحليق للطيران الروسي في أجواء المنطقة التي شهدت خلال الفترة الأخيرة هجمات مكثفة من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية أسفرت على سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار مادية وفي عفرين المحتلة شمال غربي سوريا اختطف إرهابيو ما تسمى الشرطة المدنية التابعة للاحتلال التركي مدنيا من ناحية راجو واقتدوه إلى جهة مجهولة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اختطاف مدنيا رحلته السلطات التركية قصرا إلى مدينة إعزاز المحتلة أما في ريفير أسياء العين سريكاني المحتلة شمال الشرقية سوريا فقد أقدم فصيل فيلق الرحمن والحمز الإرهابيين التابعين للاحتلال التركي على حرق سبعة منازل للمدنيين بقرية أم عشبا التابعة للاحية زرقان بعد سرقة محتوات تلك المنازل